السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله وسلم وسلم وبركة على سيدنا محمد وعلى الله وصحاب الغر المايمين. بزيكم اتاني عدد عملي ايه يا رب تكونوا بخير. النهاردة ان شاء الله هناخد الجرامر بتاع الدرسين 3 و 4. احنا خدنا الدرس الاول والتاني اللي هو الدرس الدرسين الاول والتاني. وشرحنا القاعدة بتاعتهم. النهاردة ان شاء الله هناخد قاعدة الدرس 3 و 4. قاعدة سهلة جدا وجميلة والفيديو مشغيطة والمعانة بس هنحل مع بعض الامتحان اللي هو على الدرسين 3 و 4. طبعا انا بشتغل من ملخص المعاصر زي ما انتو عارفين. تعالوا با نبدأ ونشوف الفيديو بتاعنا ونقول بسم الله. بصوا كده سانة تاني عدادي هنا بيقول لي. asking questions with have you good or can and shall. يعني احنا هنعمل اسئلة بhave you good او has you good وكان وشل. التلاتة هنعمل بهم اسئلة وهنشوف الرد بتاعهم هيكون ازاي. حاجات في منتهى السهولة. صراحة الجرامر بتاعتني عدد السنة دي سهل جدا جدا. تمام? فاول حاجة كده بيقول لي. have you got. have you got. طيب اه هو كتب لي هنا have و has. ايه الفرق ما بين has و ايه الفرق ما بين have. طبعا زي ما انتو شايفين has كتب للمفرد و have للجمع. فعندي هنا has بيجمعها هي او شي او it او اي اسمه مفرد. لما اقول احمد علي منا علا تمام اسم واحد بس. لكن لو جبت الاسمين هنيجي بقى للجمع اللي هو have. فقال لي have او has الاتنين يجي معهم got. got. طيب معناها ايه have you got او has he got. اه قال يعني هل يمتلك? هل لديه كزا? تمام? هو معناها كده. او هل انت لديك كزا? وبنكمل باقي السؤال. طيب. لو جيه سألني بhave او has بجاوب yes او no. وانت مغمض على طول. سألك بhave. سألك بhas بجاوب yes او no. بنعكس اول الكلمتين. ومع النوب بنحط ايه اباصر في تي. واليو بحولها لاي. اسهل حاجة في الدنيا سؤال لي is و no. فهنا قال لي has اقول هاز هي او has she او has at. وبعدين got. وكمل باعي السؤال. فعندي هنا اجزامبل. فبيقول has your father got a blue car. بيقوله هل يمتلك والدك عربية زرقاء. يعني هل باباك عنده عربية زرقاء. فلو انا بابايا عنده عربية هقوله yes he has. طيب ازاي بقى جبنا هي دي. طيب انت يا مستقلت بنعكس اول كلمتين. طيب انا عندي هنا has with you. لا كملي. والفادر يعني والدك. طيب والدك ده مفرد ولا جامع مفرد لانه واحد بس. فبابايا بقى بتعانو بالدمير ايه؟ بالدمير he. لان هو. فهنقول yes he has. او no he hasn't. تمام. طيب لو عايز اكمل الاجابة بهاز. هقول بيس. هقول له yes he has a good. ابلو كار. ايوة هو عنده عربية زرقاء. بس دايما نسؤال yes we know. بابا شرط انصر. يعني اجابة اصيارة. تمام. لو مع نو هنقول برضو no he has. بس مع النو هتحط انا وسترفتي اللي هي not. فهتقول no he hasn't. طبعا بنقف لحد الهاز او الهاز انت. ما بنكملش. عشان لو جات لك في الكونفرسيشن ومحسط اعرفت حلها. يبقى لو سأل بهاز هجوب بيسونه. لو سأل بهاز هجوب بيسونه. تمام. طيب عارفنا الهاز مع مين? الهاز مع المفرد. يبقى الجامع مع مين? مع الهاز. تمام? فهنا هاف قال لي اقول هاف اي او هاف وي او هاف يو او هاف دي. واقول برضو جوت وبعد كده اكمل الجملة. فعلا نشوف اجزامبل. فبيقول اي هاف يو جوت اني كوزنز? هل انت عندك اي ولاد عم? فخلي بالكو هنا في السؤال خدنا جوت زي برضو هاز. وعشان يو وانت يو. بتيجي مع ضمير الجامع. فتاخد هاف. وخلي بالكو من ايني? عشان بتيجي في السؤال. تمام كده? طيب لو انا عندي هقول له يس اي هاف. بعكس اول كلمتين هو ان اليو بتتحول اي. تمام? يبقى ياس اي هاف او نو اي هافنت. تمام? عايز تكمل كمل. لو هقول ياس اي هاف جوت فايف كوزنز اي وانا عندي خمسة. او لو انا معنديش هقول له نو اي هاف انت جوت اي كوزنز. معنديش اي ولاد عم او ولاد خالة. تمام? عرفتوا كده هاف او هاز سهلين جدا. جدا جدا. فهاف و هاز لازم يا ولاد يجمعهم جوت. جوت. مش جيت ولا جات. تمام? لا هي التصريف التاني بتاعها جوت. هي اه يمس كده جات. اهي. تمام? انا مش اخد دي. انا عايز اللي فيها او. تمام? عشان لما تجيخوا في الاختيارات. يبقى هاف جوت وهاز جوت. بعد كده بقى نيجي للاخت كان. كان سهلة جدا معناها هل تستطيع ان? بيقولك asking about ability. بتسأل عن القدرة. هل يا عم تقدر تعمل كذا? لو انا هقدر هقول له ياس. لو انا مش هقدر هقول له نو. تمام? فا اه اه كان بقى لازم تشرك قريت انا لازم يجي معي في السؤال الفعل في المصدر. تيجي مع الاتنين. مع المفرد و مع الجمع. عادة. اقول كان اي او كان هي. تيجي مع اي وي وي وزي وهي وشي وات. تمام? دي ما فيهاش حاجة. بس لازم لازم اجيب الفعل في المصدر مع كان. زي الاكزامبل ده. فبيقولي كان يو كلايمة تري? هل انت ممكن تقدر تتصلك الشجرة? فلو انا هقدر هقول له ياس اي كان برضو بنعمل الموصلة والكلمتين اللي هو بتتحول اي والكان تنزل. طب لو انا مش هقدر هقول له نو اي كانت. لاحظوا بقى ان احنا مع النو بنحط انا ابستروف تي. تمام? فهي اخيرها ان فحط ابستروف تي بس. تمام? او ممكن اكتب كان ناط كده كان وناط. تمام? فهمتو? طي. يبقى احنا هنا لو سأل بكان هجو بيس او نو. ومع النو بنحط ابستروف تي بس. طي. هنا بقى بيقولك asking for something. لو انا هسأل بقى عن حاجة اخد حاجة مش عارف ايه سوين احنا نسينا دي. في ال WH question في سؤال ال WH اللي هو زي what where when بيقولك بنجيب كلمة الاستفهام وبعدها كان لان هو هنا هيبقى بفعل المساعد وبعدين الفاعل وبعدين الفاعل في المصدر. فهو ده تكوين السؤال. الناس اللي سألتني على تكوين السؤال. لأ انتو سألتون على تكوين الجملة. هقول لكم. السؤال زي الجملة. هنا في سؤال ال WH بجيب اداة الاستفهام عادي. واجيب الفعل المساعدة. اي حاجة منه. بعدين الفاعل اللي هو الضمير. وبعدين الفاعل في المصدر واكمل. لو عندي هكمل كمل. فبيقولك what can you do احمد. ممكن تعمل ايه احمد? I can lift this heavy bag. زي قال انا ممكن ارفع الشرنة التيلة دي. تمام? طيب. عندي بعد كده asking for something. something. طلع لسانكم. فانا لو هطلب حاجة فهقول can I. يمسوا واحناين فانسأل نفسنا. هنا مش هتسأل نفسك. هنا بتستأزين. تمام? ممكن انا قادر اعمل كزا. تسمح لها اعمل كزا. تمام? فهو. can I have ice cream please? ممكن اتناول ice cream. فبرضو معكان في السؤال بنجيب الفعل في المصدر. تمام? لازم الفعل في المصدر معكان. فهيقول له no you can't او هقول له yes you can. برحتك يا دي دي. طب هنا مثل you. الاية حاولت you. ايوة. مانا لما لقى الاية حاولها you. لو لقيتها you حاولها اي. على طول كده. مكانش احمد يبقى الحاجة احمد على طول. يبقى قاله no you. can't ice cream is not got for you. بيقول له الايس كريم مش ايه. مش حلو لك. لان هو حاجة انهي لصغر صحية. طيب. نيجل ثالث واحدة فيهم. shall. shall بقى مختلفة خالص. بيقول لي هنا shall عشان اعمل making suggestions or offering help. الحاجتين. يا اما هقدم اكتراح. يا اما هقدم مساعدة. طيب. خلينا في الاكتراح. shall. ينفع يجي معاها shall we shall i. shall he. اي ضمير. بس اكتر هم بتبقى shall i. shall we. تمام. برضو shall زي can. يجمعها اي ضمير. ولازم الفعل في المصدر. يبقى هما الاتنين بيتفقوا في الحاجة دي. اي ضمير معاها. والفعل في المصدر. لازم يا ولاد الفعل في المصدر مع shall we can. لكن have and has. احنا قلنا has got. و has got. تمام. طيب. اه. لو انا بقى اشهال مختلفة. مش هي miss معناها برضو هل ممكن تسمح لي فهي معناها هل. فهجاوب عليها بس و no قالك لا. لما تعمل اكتراح بتجاوب بحاكتين. yeah that's a good idea. او no. او it's a bad idea. انا سهلها عليكم. بصوا لو انا هوافق على الاكتراح اللي هو عمله. تعالي نشوف الاقتراح ده بيقوله هاي بيقوله ازايك مرحبا يعني ممكن نلعب لعبة مع بعض عوضة نهاية الاسبوع القادمة فلو هوافق بقى هقول ايه احفظوا بقى دول عشان دول هما مفتاح الحل بتاع شل لو انا موافق هقوله فكرة جميلة هيقوله مثلا احنا مش هنكمل عشان الموقف ده فكمل فلو عندي اي موقف تاني وانا وفقت هقوله ياس that's a good idea او it's a good idea لو انا مش عارف that's حطي it's اهي it بصطرف اس تمام يبقى it's a good idea او that's a good idea دي لو انا موافق طب انا مش وفق يا عم الاقتراح بتاعكم مش فضي في الوقت فالdisagring عدم الموافق او الرفض بنقوله no i can't i'm busy no i can't i'm busy طب انا مش عارف ديها that's a good idea فكرة سيئة لو انا حافظ it's a good idea حش good وحط مكانها بد يبقى عرفت الموافقة والرفض يبقى لو انا مثلا مش بحفظ كتير مش قادر احفظ فهقوله احفظ الاتنين دول لو انا موافق اقوله that's a good idea لو انا مش موافق هقوله that's a good idea او it's a bad idea تمام حش بس كلمة good حط مكانها بد طيب لو انا بقى عايز احفظ اكتر يامس بحيث لو جالي في الconversation المحادسة ولقيت الرد بتاعه i'm sorry i can't هتعرف ان انت كده ايه هتسأل بشال فلو عايز انت تحفظه اكتر احفظه no i can't i'm busy او no i'm sorry i'm busy انا اسف انا مشغول انا اسف لا استطيع تمام مثلا هتقوله مثلا عذر i have a lot of homework عندي والله واجب كتير جدا فمش هقدر اجمعك فكلمة شال مختلفة جدا عن الكان والهف والهز كان وهف وهز بنجواب عليهم peace او no اما شال اللي بنجواب عليها هي اما it's a good idea او it's a bad idea او no i can't i'm sorry او no i'm sorry وتكتب له i'm sorry وبس وخلاص تمام تعالوا بقى نشوف لو انا بقى هعمل help offering help هقدم بقى مساعدة بص يا سيدي قال لك shall i والفعل في المصدر احنا خلاص اتفقنا اني shall و can لازم نتجورهم الفعل في المصدر فتعالوا شوف الاكزامبل بيقولوا shall i help you to cut their watermelin بيقولوا هل ممكن ساعدك في تقطيع فلو انا موافق accepting the offer لو انا موافق على العرض لو انا موافق على العرض ده وقبلت العرض ده هتقوله thank you thank you اها سهلة جدا خلاص حد عرضت عليه مساعدة فاحنا طبيعي لما حد بيقولي قدر ساعدك ساعدك او حد مثلا عامل معي حاجة ساعدني فبقوله شكرا فبرضو بالانجليش هقوله thank you تمام طبعا هي كملت جدته وقالت له thank you youness but be careful with the knife قالت له بس تكون حزر من الايه من السكينة طيب لو revusing the offer انا بقى هرفض المساعدة فهقوله thanks i can do it by myself او i can do it myself تمام هيقوله شكرا ممكن اعملها بنفسي او بدل كلمة myself هقوله on my own بنفسي يعني او هيقوله thanks i don't need any help تمام فاحفظوا مثلا thanks يعني هتحفظوا دي سيبكم on my own دي هتبقى صعب عليكم شوية فاحفظوا thanks i can do it myself او thanks i don't need any help المهم ان انت تبقى عارف الرد دا يبقى سأل بشال فهمته يبقى لو جال في الconversation قال له it's a good idea يبقى تعرف على طول انت هتسأل بشال او i'm sorry i can't شال اي حاجة ما فاش يسونه طول تمام فهمته كده يبقى باختصار شديد يا ولاد بصوا في ملاحظة انا كتبها في الملخص من فوق لو جاء قال لك can i فهتقول له yes you can لو قال لك can you هتقول له yes i can يبقى i بنحولها u ولو لقيت u حولها i باختصار بقى اختصر لكم من قاعدة دي من تحت كده عندك هنا have has و can بس الاثنين دول يجواراهم got تمام have got و has got التلاتة دول بنجاوب عليهم ب yes أو no تمام اما shall بجاوب عليها بحاكتين يا اما it's بسوا معي اهو it's a god idea yeah it's a bad idea او ان انا اقول له i'm sorry i can't مثلا تمام فاللي فيها شغل كتير هي شال اي حاجة تاني بقى خلي بالكو كان و shall يجمعهم الفر في المصدر اما have و has بيجي معهم got تمام تعالوا بقى نحل على اللانجوج دي اللي احنا شرحناها مع بعض اول حاجة كده بيقوله not you got that game called odd one out بيقوله هل انت لعبت اللعبة اللي بنسميها odd one out اللي هو طلع واحدة برا فهين عندك you حاجة جامع وعندي هنا got يبقى got يا miss يبقى تاخد you have you طبعا عند you فهتبقى have you على طول تمام طيب number two of course you can not to my house ladder بيقوله ايوة بالطبع ممكن تجي البيت بتاعي فيما بعد يعني او لاحقا هتبقى ايوة خليبالك عندك هنا كان يبقى كان يبقى جيب الفعل في المصدر ينفع الفاس لا طب ينفع الموضي لا طب ng لا تبقى come هنا shall i نفس الكلام يا miss احنا قلنا can و shall بيقرام الفعل في المصدر فهتبقى تمام نعم بعد الماء تعال نشوف الصفحة الثانية برضو choose فبيقول ايه نقط i have a glass of water please بيقول ممكن اخد كبات مية او يتناول كبات مية طبعا انا ما عنديش لجوت يبقى لهاف ولا هاز تمام يبقى مش ينفع هاف ولا د ولا هاد فهتبقى can i بس تأذن بس تأذن على حاجة تمام طيب بعد كده بيقول لها have you نقط a water million grandma بيقول هل انت عندك بطيخ فعندي هنا have المسألة have or has يجورها على طول got تمام طيب what shall i not for you بيقول اعمل لك ايه فعندي shall يبقى فعلي في المصدر فهتبقى do what shall i do for you يعني اعمل ايه عشان اساعدت طيب هنا سهل خالص has he got an umbrella no he الله بقى ده المسألة مع no yes بنعكس اول كلمتين هو كتب he يبقى فضلك has بس مع no he hasn't تمام طيب بعد كده بيقول not we either حسن مش عارفين فقال yes that's a good idea يا سلام بقى هل هيحل دي اولد هيبقى ممتاز هو هنا قال yes يبقى أنا على المفروض ده المسألة can have has shall بس كمل بقى that's a good idea فكرة عظيمة من بقى اللي برد عليها الرد ده طبعا الاستاذة shall هنا بقى تسعى بيقول can you carry this heavy box ممكن تشيل الصندوق تيل فقال no i تعال نشوف بنعكسه الكلمتين اللي او هتتحول i وفضل can وتحط لها n-b-t بس can ya miss مش بنحط لها n-b-t but n-b-t bs فهتبقى can no i can 10 not you help him with his homework بيقول ممكن تساعد وفعمل الواجب فتنوع مش ريم ه have ولا does ولا are فهتبقى can you تمام تعال نشوف بقى complete هنا بيقول complete the sentence with the correct form of the words and practice هنصحح الكلمات اللي بين الاقواز فبيقول shall i help you to cut it طيب انا عندي shall يبقى فعل في المصدر يبقى بدل ما هي help هتبقى help طيب انا مش عارفة كتب بخط حلو عشان الكتاب بس مش مظبوط احاول رقم اثنين بيقول not have your father got a computer بس لو have اللي غلط تبقى has على طول لو هذا اللي غلط تبقى have تمام سهلة جدا طب ليه miss has عشان your father المفرد وعندي got تمام فهتبقى has رقم ثلاثة can you set next to the window no you طب مع can مع no فهتبقى مش not can هتبقى can تمام بعد كده اربعة what not you have got in your bag طب ما هي miss you بتاخد have ومعي good بس خلي بارك في السؤال بتعكس بدل ما you have هتبقى have you تمام لان احنا قلنا عدد الاستفهام وبعدها الفعل المساعد وبعدين الفعل وبعدين الفعل وهكذا طيب خمسة date عبدالله بلاي chance قالوا yes he can سهلة جدا ادي ما كان عبدالله يبقى فضل مين ال can زي ما بنعمل مقص هنا اعمل مقص هنا برضو ستة i shall get you a drink فطبعا هنبدأ بمين سؤال هنبدأ بشال هنقول shall i get تمام فهمتوا كده سبعة can you helping مثل انت قلت كان يبقى فعل في المصدر فهتبقى help shall we not to have lunch together good idea طيب احنا قلنا shall فعل في المصدر على طول من غير لطول ولا باي ولا اي حاجة يبقى shall we have تمام طيب الصفحة التانية طبعا ما فياش اي حال ده skills corner بتاع القرية والكتابة والاستماع وكده تمام طيب الناحية التانية عندي هنا برضو ازاي تبني الجملة فعندي كلمة اهو بين واضح كده عندي has can't use shall have does اول حاجة بيقول ده نو a good big house هم لدي هم منزل كبير فعندي good هاي بقى have yes stop they جمع فهتبقى have خلاص واشتوب على have بعد كده بيقول النقاط we read stories بيقول ممكن نقرى قصص فلما جا اعمل اقتراح كده فهقول a shall we وانا قلتلكم shall كتير السنادي مع i we بعد كده i know carry this heavy box بيقول انا مش هقد راشيل الصندوق الكبير ده يبقى i can لا استطيع واشتوب عليها بعد كده بيقول رقم 4 نقاط she got enough money طبعا عندي got have has she has has واشتوب عليها can i not your map ways can i use مش does فهمتوا كده طبعا does احنا مش هناخدها هنا بقى بيقولك write a paragraph سهل جدا عن huge family عن عيلتك وفي الاخر بقى speaking corner روبردو هو سهل ازاي تعمل سؤال وترد عليه بيقولك how did you feel when you moved a new house اللي احنا عارنا ياولاد تمام فبيقول له i felt happy i'm excited because the new house was comfortable قال له ان كنت بشعر بالحمس والسعادة لان المنزل الجدد كان مريح بعد كده بيقول له how did you feel طبعا بيسألوا عن الشور فلما حد يسألك عن شعورك بس في الماضي عشان ديد فهتقول i felt like this انا شعرت بكذا تمام تعالوا بقى نحل general exercise على الدرسين 3 و 4 هنا اول حاجة كده بيقول complete the following dialogue وكمل المحاجسة دية بيقول علي تلز تامر عن بيته الجديد فعلي بيقول له ايه اي موفد ايو هاوس تامر انا التالت البيت جديد يا تامر 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 بقى مستغرفة بيقول له ايو هاوس وسأله سؤال رح قال له ايه ده موجود في اسكندرية بجوار البحر فهيقول له اين هو طبعا كلمة اين يعني where و اين هو عشان هو غير عقل فهنقول where is it طب احنا جبنا منين is it يا مست اهي هو هنا هكتب لك it فاعكس انت بقى في السؤال اعكس فهتبقى where is it تمام اين هو قال له في اسكندرية بجوار البحر فعله fantastic when did you move there قال له روح تيمت هناك مش عارفين تعالوا نكملها لازم ترى المحادسة الاول قبل ما تحل رح تقال له سؤال تان قال له yes it's a large house with a garden full of flowers قال له ايوا دا البيت كبير وفي حديقة مليانة ظهور قال له do you like flowers هل انت بتحب الظهور فمش عارفين قال له my favorite hobby is planting flowers قال له دهوية المفضلة هي زراعة الورود قال له and you وانت هنشوف بقى فهنا بيقول له اتنقلت امتى لالبيت دا براحتكم اكتبوا الاجابة اللي تعجبكم تمام لان هو هنا مش محدد للا شهر ولا تاريخ ولا يوم فبراحتك بقى اكتب اي شهر اي يوم تمام فهنقول لما تيجي تحل بقى والطايرة ادات كلمة الاستفهام والفعل المساعد وبدأ من عندي you فهتقول له i وهنا move هتبقى moved عشان عندي did فهتبقى i moved there in may في شهر مايو فسأله سؤال قال له yes فطبعا لما يجي اسألك بي يجوب بي yes فامسك انت اول حاجة it اعمل لها مقص فهتبقى بدلا من هي it is هتبقى it is it فهيقول له ايه is it كامل بقى a large house هل هو بيت كبير قال له ايوه دا بيت كبير وفي جنين وماليان ورود ومشار فقاي سأله do you like flowers لما يسألك بدو يبقى هتجوب يما بي سيما بنو قال له هل انت بتحب الورد فقال له دا هويت المفضلة هي زراعة الورود فطبعا فهيقول له yes of course أو yes انا بجبلكم اسهل حاجة هو واصحح حاجة برضو فالyes بنكسو الكلمتين اليو هتتتحول i وبعد كده do تمام yes i do i yes sure or yes of course or yes بس عادي قال له i new وانت بقى اي هويتك اي حاجة بقى انت هويتك مثلا اولاد بيلعب كرة قدم واحد بيعرى stories تمام فهيقول له برضو برحيتكم يعني اللي عنده إجابة صحيحة كاملة اكتبها فهيقول له i like مثلا blaine hs هو بيحب يلعب الشطرنج تمام طيب هنا بقى اختيارات choose بيقول اول واحدة my not are fathers and mothers of my parents بيقول لهم أبو يعني أبهات وأمهات بوايا ومامتي أبو ماما وأبو بابا بنقول لهم ايه grand children or grandparents or parents or cousins طبعا grandparents الأجداد the opposite of beautiful is عكس كلمة جميل ايه هي funny ولا هبي ولا busy ولا ugly طبعا ugly فبقول لكم لازم تحفظوا الكلمة وعكسها عشان كده بتيجي دائما في الاختيارات رقم 3 بيقول لنقعة gives us give us milk and meat ايه اللي بيدينا لبن ولحمة lions ولا giraffes ولا chickens ولا goats طبعا ال lions اللي هي الأسود ولا الزرافات ولا الفراخ ولا المعيز طبعا هتبقى المعيز اللي هي المعز يعني goats أربعة أربعة the girl helped her mother بيقول البنت ساعدت مومتها في انها تطعم الدجاج اللي هو الفراخ يعني هتبقى كلمة يطعم feel ولا fall ولا feed ولا fall فتبقى طبعا feed تمام طيب خمسة بيقول thieves thieves are always taken away to بيقول دايما اللصوص بنبعتهم فين school ولا hospital ولا prison ولا factory هتبقى prison طبعا الثيف واللصوص هيبقوا في prison ستة بيقول this week we are going on a in ال أظهر بورك بيقول احنا الأسبوع دا هلروح حاجة للأظهر بورك طبعا حديقة الأظهر يبقى هنعمل فيها picnic ولا flight ولا voyage ولا journey طبعا هتبقى picnic لان حديقة الأظهر دي مكان قريب لنا فهنعمل فيه نزهة نزهة اللي بيبقى ساعة ساعتين ثلاثة كده لكن journey رحلة بعيدة voyage و flight رحلة طويلة سبعة how did you feel when you not to the new house بيقول شاعت ايه لما تنالت البيت الجديد طبعا يتنال قلق موف the two تمام تعالوا نقلب الصفحة برضو اختيارات فهنا بيقول عليكم بس الكاميرا أول حاجة بيقول أحمد has احمد نقاط اللاطف yes he has طبعا قلنا مع have و has بنختار got طيب رقم 9 shall we not to the beach tomorrow بيقول هل ممكن نروح للشاطئ بكرة فعندي طبعا ان شاء قلنا بيجو رقم الفعل في المصدر فهتبقى go 10 بيقول has حبيبة got a been no she سهلة جدا بنعكس الكلمتين فهتبقى هاز انت عشان go بنون بعد كده يا أولاد بيقول complete برضو من الحاجات اللي بين الكواس هالنصح بيقول hi shall we play the game next week end طبعا قلنا shall بيجو وراها الفعل في المصدر فهتبقى 2 have you not get any cousins طبعا قلنا مع have وهاز بنختار got مش get بعد كده بيقول I can ask you some questions please فهتبقى بدل I can فهتبقى I 4 do we go swimming قال له it's a good idea اللي بيجوب عليه it's a good idea it's a good idea ون shall تمام بعد كده بيقول اكتب عن your new house عن منزلك الجديد طبعا مكتوب فخر الكتاب فانا ما بيحبش اكتبو هو سهل حاجات سهلة جدا الباراجرافات الثانية يعني كلام فاضي بس هي مكتوبة عندكم فخر الملخص فانتو بقى اخدوا منها جمل وحفظوها لو عايزين اكتبلكوا الباراجرافات دي في الفيديو وانحنا مش راح اقولولي مش عايزين خلاص اصلا انا ما بيحبش اكتبو عشان الفيديو ما بيقاش طويل فممكن احن نعلم اتحانات ان شاء الله كل كم فيديو كده نعمل لكم باراجراف عشان تعرفوا تكتبو عنه بس كده الدرس اللي هي القعدة بتاع الدرسين ثلاثة واربعة في الوحدة الاولى كده خلصوا ان شاء الله بإذن الله بكرة هنزلكم الدرس خمسة وستة مفوش قعدة هيبقى listening و reading بس قراءة واستماع فهنقراهم ونحل كامل عليهم ممتحان وهنحل ممتحان كامل على الوحدة الاولى وكده نبقى خلصنا الوحدة الاولى فاشوفكو بقى ان شاء الله بكرة بإذن الله في فيديو جديد ولو عايزانها حاجة اكتبلي في الكومنتات واشوفكو بقى على خير ان شاء الله وقال لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته